أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راه الله أن دولة الإمارات حولت السعادة والإيجابية وجودة الحياة إلى ممارسة عملية في القطاعات كافة وثقافة مجتمع نبني عليها الأجيال وقال سمو خلال تكريم ستين من خريجي الدفعة الثانية من الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية إن إعداد أجيال من القدرة القادرين على أحدث التغيير الإيجابي في الحكومة والمجتمع توجه رئيسي لدولة الإمارات في تمكين الإنسان وتطوير قدراته وإمكاناته ليشارك بفعالية في تحقيق رؤانا المستقبلية